موسيقى بارك عليك السير راشيد السلام عليكم السلام عليكم السير راشيد انتقدم الربح شان العصبة وده بصمي فينا المنتخب المغريبي شكرا او حاجة على الاستيضافة الله مولك الحمد من نعام الله علينا الحمد لله هي اننا الحمد لله المكالي تنمشو فيها تيجي بالله فيها تيسير وهذا ما تيجيش من فارغ تيجي من من عمل واجتهاد في العمل واخلاص في العمل وبطبيعة الحال التوفيق تيجي من الله ونريد الوالدين ونريد الناس المعاملة الطيبة مع الكل المعاملة الطيبة وهنا خلال الفترة ديالي اللي كانت في كوبديموند كانت لاحظوا عندك علاقة طيبة مع اللعب وصيغتهم هو اللعب اللي كل شيء يهضر عليه عنده بروفيل في شكاهه وابن المحمود ولي كام صاحب يضحكوا وياه يضربوا بقرعة ويعودوا بقرعة حاكم زياج ما هي علاقة التي كانت بينك وبين حاكم زياج تشوف العلاقة بيني وبين اللاعبين ككل مهمة لسبب بسيط لأنه في السلام ديال الصبح تيدوزول المساج الولا ديالجورني لون هنا العلاقة مشي غير مع حاكم مع كل اللاعبين طيبة جميلة حقيقة باش نكونوا واقعين هاد المجموعة اللاعبين اللي كانوا معنا حتى اللاعبين اللي كانوا معنا في الاسبان ومكنش مكنش لهم فرصة باش يمشيوا للكاعس العالم أخلاقيا زعمال أخلاق ديالهم كبيرة الاحترام ديالهم البلد ديالهم كبير حاجة أخرى اللي هي اللي استطعنا أننا نحققها في توقيت خليل في ديال العمل هو أننا حاولنا نوحدوا الرؤية والشوفة عن طريق سي وليد الرقلقي وصطاف المساعد دياله رؤية ديال جلالة الملك اللي ينصره اللي هي كانت في عدة سنين ديال العمال لأنه ما ننسوش عن نحنا البنية التحتية الصالير ديال العباء في البطولات المغرب القيمة ديال اللاعب الوطني ما بقاش يقدر اللاعب تيال مارس البطولة يقول لك ما عندوش دابة الحمد لله كل الظروف مهيئة وهذا شيء جاء من تعليمه جلالة الملك اللي ينصره لأنه هو رياضي يحب الرياضيين واستمر في هذا المشروع قبل المدة قبل ما تكلموا على كأس العلام اليوم يعني فاد لك المدة طويلة ديال العمل دياله وكي يرفع عمل القيمة دياله الرياضي المغربي فحنا مديني ليه بالشكر وبالنسبة للعائلة اللي كانت عندنا نرجع لك الزياش والشباب اللي كانوا معنا فكنا تنوصل لهم ديما طموحات ديال جلالة الملك والريضة دياله على الاداء ديالهم وكانوا كلهم سبحان الله العلي العظيم هم مولا وليديهم لكن زوجات ديالهم كلهم كان ميصاج واحد ما جيناش لقطار باش نرجعوه جينا ان شاء الله باش نبقعوه وهذا الميصاج هذا نظن وصل المغربات وصلت غياء وصلنا لسمي فينا وصلنا الحمد لله وقدينا اللي خصنا نقديه ورفعنا الراية ديال المغرب في بلدين أخرى اللي هي ممكنش يوصل لها الإعلام ويوصل لها هذا في اليوم تتكلم على المغرب وهذا هو يعني الناس بزر توصلوا معي من فيتنام باكستان أفغانستان لدول ممكنناش نعرفوا أن المغرب بغيوصل لهم مداري ستحوه وداروا تلفازاتها هدرت على الرؤية هدرت على السومي فينال كانت واحد لعبي المنتخب ودرت إلى فترة قصيرة جيته في سبتمبر ربما نجينا حسبوها بالخشيبات كانت واحدة ودرائي من شهر وصلتني لها ما سنسمى هذا لأنه كان مداري بلوك من دل إسباند بورتيجال وما بدأت عصم غريبية كيف وصلتوا لما حسبوه لعبتوا وكيف يسمى أرى أن كنا واقعين أننا كنا صرحة مع لاعبين ومعالي قلت قيادة والد الأخذة هو أم زين عبدو ربي وصطاف المساعد من عمار، إيدو، إخوان، موسى، هاريسن، هذا الشباب، هذا كلهم نبيل هذا الشباب كلهم قاموا بواحد عمل كبير في الفترة دية اللي يلتحقنا كنا نجيول هنا المعمورة تنبدو في صباح تسعود تسعود ونصف تسعود ونصف دفوات الخرجوتها لحظة 11 دليل حظة 11 دليل يعني من تسعود 11؟ كانت فترة صعيبة وكننا كنا لقدم وثاق وليد عبدو ربيه غريب الفيزيوناج كامل ومدربين كاملين كنا نبقى هنا غدانة هنا جاء تظهر وصلوا لا تكنش الأوف لا تتغذى وتنكرية واحد الجو اللي هو جميل وعائلي والحمد لله هذك المجهودات كلها باش نوصلوا اللاعبين المعلومات والطريقة لللاعب والأسلوب لانك تتأخذ كان اللاعب الواحد يأخذ معنا ربعين دقيقة باش نشرحوا له ربعين دقيقة ربعين دقيقة ذونك صعيب هنا وكان ذاك شي العمل متقسم عاد زيادة على الرحلات اللي ستسافروا عند اللعبة وتدكون التواصل بهم وهذا الحمد لله كله ممشاش فارغ وأهم حاجة كنا سنقلبوا عليها هي نردو الهوية لكرة القدم المغربية وكرة القدم المغربية عندها هوية ديالها ديال أجيال سابقة اللي حفرات وطحت في التيرانات باش اليوم قدرنا نرجع شيئا ما من هذه الكرة قدرنا نسموه ستيل مارو كان ذاك اللاعب يكوب ديال؟ ستيل مارو كان لأن الوقيت اللي تندافعوا تندافعوا هذا هو أحسن مكيف الموضوع أن المغاربة ولو تيدافعوا كلهم في توقيت واحد وبحلسة تقول بنوطة واحدة كل واحد عارف شنوه يخصو يدير كل واحد يقدم التضحيات اللي يخصو يقدمها شنا مع حاكم زياش اللي مع مر شنا؟ معتش يسيب ذاك اللاعب ولكن مع المنتخب شنا؟ حاكم زياش من أدك اللاعبين صراحة الله من ناحية التاكتيكية فالعمل دياله كان كبير فما يمكنكش تكلم على لاعب واحد أنا شخصيا نفضل نتكلم على شيء اللاعبين اللي يلعبوه نفضل نتكلم على اللاعبين اللي كانوا في الاحتياط وعلى التقبل ديالهم القرارات ديالنا كيف ممكنت هي كي اللي بو احنا لعبناه والحمد لله لعبنا كل شيء ولكن في توقيت من الأوقات كل إنسان بغي يدخل يدافع على بلاده من وصلنا لهذا المستوى وكل واحد يدريري بغي عنده ذاك الرغبة أنه بغي يدخل ويموت ويموت سرير ماتش فرحان بدك الإكسبروة اللي تديره الدريري ومام طون تدوز تدوزك أميساج أنا يا رانواجد بغي نتحارب هنا تنظن وصلنا للقمة ديال تم غريبيت والقمة ديال الاحترام ديال العلام الوطني وديال الجمهور المغربي ودى المالك ديالنا اللي يطول في عمره لأنه ممكن لننساوه أنه كان كل صغيرة وكبيرة تيتواصل تعرف وتيهدر مع السيفوزيق جاع حنا كنا نتنكون وديك وتي وصلنا للميساج لأنا لعب دور وليد لعب دور بيه فالحمد لله وكان عنده اليقين وطايق فينا تهوى مثله مثل المغاربة لأنه شاف الروح اللي تلعبوا بها وتنظن هذه المكتسبات ديال هذه البطولة أن اللاعبين بدلوا كل مفجه دوم وعلى ذلك الراية باش ترفع والحمد لله تنظن نسبياً قدرنا أننا نوصلوا للدمي فينا لكننا نطمحوا أكثر لأنه حقيقة ما بقيناش نحسوا بفرق بيننا وبين أي منتخب وهذا تيرجع وبغيرنا نرجع لواحد النقطة مهمة تفكرتها ونتنتكلم باش نوصلها هي ديال اللاعبين اللي كانوا عندنا موصابين العدد ديال اللاعبين اللي كانوا عندنا موصابين صراحة الله ميمكن اللي يغن نرفع القبة على اللاعبين ونقول اليوم تبارك الله عليكم ورفعتوا راسنا وحمرتوا وجوهنا لأنه باش حاكيم بزياش يكون موصاب بأسر يلعب مزراوي مزراوي سيس يعني العدد كبير العدد كبير ديال اللاعبين اللي هما مين ستوصل لوقيتها ديال المباراة تقول تيقول لك أنا جاهز ندخل نتقعة اللون موت على البلاد هاد المرة دونك هاد الروح هادي تنظن احنا اللي كنا قرب حاسين بها ف نشكرهم بزاف نشكرهم بزاف على هاد الفرح اللي فرح الشعب المغربي اللي هو حتى الجمهور دي كان في قطر ترفع له القبعة من بداية المباراة الاخر مباراة تااوه كذلك من ساجم ايو من ساجم على مع الحدد فاااا إذا بقيت يتشكر خصك تشكر لكل الجمهور المغريبي بالتعاطف ديال ومانا من هنا وكان كل شي تي وصلنا للناس تدخرج الشوارع وادش هاد صراحة الله ما كانت يزيدنا غير دعم وقوة وثلاسف المعاملة مع اللاعبين باش مكلينا نقولوليهم هانتم ما شوفو في وعاد المغربة عارفين مغربتي فهمو الكورة فهي ضروري حققه نتائج كبيرة في المغاربة يكفيهم بشرف أنه اللاعب الذي يدخل يتقاتل على ذلك الدرابو ومن المغاربة يفهم الكورة وهذا هو شيء جميل في الكورة القادم كل حصة تدريبية تسمحوا لنا بذلك الفيفا ربع ساعة قبل ما تلانسي الحصة تكون واحد من جموعة كنت تجمع ما هو هذا الخطاب الذي كان يقول الوالد الرجري؟ أنا كان يضرني رأسي بغيت عرفت دائما وكان شوية يكون فيه الضحك واحد خمسة دقيقة كيف يبقى يهدر؟ هو هذه كوزينة ترى ما نقول لك شنو تقوله؟ آشي آشي أشي عطري أشي عطري أشي عطري ديال الضحك فيبتالي لأنه كل مرة تنظرو باش نقصيهم منتخاب وفعلا تتحن الفرصة وتنقصيهم منتخاب تيكون ذاك سبيتش ديال الناشاط تتخرجوا اللاعبين من الضغط ديال المباراة اللي جاية في أول سيون ستتكون عندنا نتجي في أول سيون ستتكون فهناك تتخرجوا اللاعبين من ذاك الضغط وتنبغيوا بيليو اليوم بيلينا راحنا ومعروف هلا راشيد راجعوا النقطة فعلا الويدات الشان الدراري كانوا يعودوا لك راشيد كيزلك المورال بشي نوكتك الضحك شي نوكتك قلت يا اليوم بقاتك الضحك شنية يا راشيد لا لأنه لك لتعلم نوكت دياله تنقولوا لللاعبين تنوجهوا اللاعبين للكلام ولكلام صريح اللي في توجه وبطبيعة الحال رك عارف اللاعب ديالكورا تيزيدوا فيه شوية بشي يقولي بشي يشدين في ذاك اللاعب مثل اللي بحل مثل الحاكيم عندي ديمة مع طرائف عندي معالالالعدد كبير مثل طرائف اللي وقعولكم حاكيم حاكيم اشوف انا بحل يكتلك حاكيم من من الناس اللي تنظن تظلم على الصورة اللي تتكلموا عليه بياه فما يمكنش نقولك بأنه محترف بدرجة كبير الحاكيم اول علاقة بيني وبينو كانت هنا وصل الهد المعمورة وفي الصباح وصباح كانت عند دونترايمون وصل معاشي لحظاج اللي تنظن وكذاشي من هنا شوية قلت له رخ سكت نمشي تتنعس نهر الول باش تجي للاسيانس دونترايمون ويقول يا كوتش بريتي ستات صباح بريتي زيما الوقيت اللي بريتي غنكو في التوقيت كان الفرح باين عليه من اول اللي قائنا هنا حاكيم جاء انسان اخر بطريقة اخرى باسلوب اخر وكان ليدر اللي هي ماشي شي حاجة اللي كانت عنده ولا انه تتكلف المباراة تساعد اللاعبين وتنظن هاده ماشي غير حاكيم اشراف اللي تكلم تعليم الزراوي اللاعبين ديالنا داري اللاعبين اللي يزع مارسوف البطولة المغربية وكانت قيمة الادب وكانت احترام فالكل كله قام بالعمل دياله وقام بالعمل دياله وانا من الدور ديالي ان انا خاصني هذوك اللاعبين ماتي يعبوش ومال يكونوا اكثر ناشتين فكان دايما هذا الهم الشغل الشغل اللي انا كمدربين ان اللاعبين اللي غي يدخلو ومالغي يغيرونا المباراة ومالغي يربحونا ومالغي يعطيونا والحمدالله كان مشتورة كل شي كان في المستوى في المسجل البرتوغال الناس بزاف ما شابتش حاجة كنت مختصة وانا نصورها وقعت واحد القصف في المسجل البرتوغال المسجل البرتوغال لعابة كانوا بيكي ولا حاكمي باغين حمرة الحاكم تود تخلع الناس خرجوا كاملين تمشيتي عند الحاكم ديريكت بين الشوطين وانا كنشوفك شنو كنسمى هذه راشيد لغة مضادة باش تتدير الضغط ديالك باش تكونوا واقعيين الحكام اللي لعبو لعبونا من الامريكا لا تتعودينش على المستوى الكبيرة اللي هذا ذكتوقيت في اي مباراة تتكون عندك قراءة من القراءات اللي كيرا في مباراة هي انه الحكام ديال ماتش ديال برتوغال هو غلط في حق ديالنا ومعطاش واحد كارت أصفر واحد مننا اللاعبين البرتوغاليين ومع ذلك البرتوغاليين مشاو يديروا الضغط على حكام بشي 7 أو 8 لعبين فانا مكنش يمكلينين لانا لعبت الكوراة انا عرف شنو هو هذا الضغط ديال باش تتزمي تكون ديالهم باش تزمي تكون ديالهم اول كوفرة تكون فيها 50 خفين سيصفرها لهم ذوك انا كنت مشبور انني نقوم بالواجب ديالي ونمشي وتأنا نقول للحكام رك كتا من صفرها ومشي تريد وعطا جميعا هذه هي ومع القطارية والتي ستعطى أخر من لذلك القطارية هي شكل تانى لأن حكيم والتي ستبرد الحمراء لذلك كيفية أنا لم أكن في ذلك التوقيت من جيد جيد سأخرج الكارت الحمراء ديال سميتو قلنا نتلح لي وقلت له واحد كلمات من كل ما نقولهم ديال أنه على أساس أنه إحنا إحنا نزعمل طريقة للتعامل بها الحاكم معنا في المباراة كانت شوية لأننا لا نتحدث عن ضرب الزلزاء أنه فيه كينين كواري هي اللي تقول لك العلاقة عندهم مع الكوارة ومع الكوارية كينين كواري صفر أخطاء في التوقيت اللي نحن غاديين للمرمض الخاص بواحد العدد ديرين كونتراتاك دير هات لاتات المرات مرة أعطانا الخطأ جوز المرات أعطانا الخطأ لنا ومرة أعطان الخطأ اليوم وماذا كلهم أخطاء نورمال ونحن نستغلهم أنا لا نتحدث عن ضرب الزلزاء لأنه يمكن أن يكون عندهم متاومة ومدرب الزلزاء ولكن في التوقيت اللي صفر أخطاء صفر أخطاء ونحن غاديين بهجمات مرتدة على الخصم وحبس لاكسيون هنا في نيسام اللعب الكوراة تعرف القيمة لاكسيون رهابيت هنا فش يعني يمكننا نوخد على الحكام هذه الأشياء الموتى باقي كل شيء عارفينه وأبول الحمد لله على الأموم سوما فينا لدينا تحدي كبير كيف يمكننا أن يكون أفريكا وماتشة المارس كيف يمكننا أن نقوم بهذا العمل الذي ستفرق الله إيجابي؟ أخصنا صراحة الله العمل ثم العمل ثم العمل لأنه عندنا مجموع من لعب الجيدين وعندنا مجموع من لعب اللي هم جيدين ومصابين ولعبين غير تحقوا ولعبين غير يكونوا لكن تنظن كس العلام الحمد لله أنه الشعب دينا والمغاربة كام اللي ينفرحوا والمغاربة اللي في العلام كام نشطوا هذه تنظن بداية الأفراح دينا غنسة لأننا نحن تنتمي القرى الإفريقية تنظن غنسة هذا الإنجاز هذا نخليه في بلاسته إن شاء الله تل الكاس العلام الجاي وخصنا ندزول البطولات الإفريقية وتنظن الآن الآوان أننا كمغاربة ومن حق المغاربة أنهم يتيقوا ويفتخروا بد المنتخب لأنه يقدر إن شاء الله يجيب كاس أفريقيا وخايا نحن نتكلم على خصنا نصل السومي فينا ولكن ما غير دينا إلا إن شاء الله نأخذوا كاس أفريقيا لأننا لدينا مجموعة ملاعبين جيدين الذين قادرين إن شاء الله يأخذوا هذا الكاس شكرا جزيلا شكرا لكم بارك الله بارك الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم